بعد شهرين مضت على إطلاق جنود الاحتلال النار على الطفلة فاطمة تقاطقة بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس على دوار عتسيون جنوب بيت الأحم أعلنت مستشفى شعارة صيدق الإسرائيلية استشهاد تقاطقة التي أصيبت بثلاث رصاصات في الرأس نترحم على روح الشهيدة فاطمة تقاطقة وكل شهداء فلسطين من المعروف أن الشهيدة ابنة الخمسة عشر عاما والتي أطلق عليها جنود الاحتلال المتوجدين على عصيون النيران منذ حوالي الشهرين ومنذ ذلك الفترة تخدع في العناية المكثفة حيث أصيبت برصاصة مباشرة في الرأس وبعض الكسور وبلغنا أمس باستشهادها وشيع أهالي بيت فجار الطفل الشهيدة وانطلق موكب التشيع من مستشفى الحسين ببيت الأحم وإلقاء نظرة الوداع عليها في منزل ذويها في بلدة بيت فجار ومن ثم مواراتها الثراء فهذه نحتسبها عند الله شهيدة وبيت فجار تستكبلها استكبال الشهداء والحمد لله رب العالمين لأن فتاة بريئة فتاة لا يتجاوز عمرها الخمس عشر عاما ونحتسبها عند الله سعيدا إن شاء الله رب العالمين نترحم على روح الشهيدة البطلة فاطمة تقاطقة التي ارتقت بالأمس بعد أن تعرضت للإصابة على مفرق غوش عتسون هذا المفرق الذي سقط عليه وارتقى عليه العديد من شهداء فلسطين ومن شهداء الوطن اليوم بيت فجار تودع الشهيدة فاطمة تقاطقة ولزال هناك الأسرى يخوضون إضرابا عن الطعام إضراب معركة الحرية والكرامة لليوم الخامس والثلاثون على التوالي الاحتلال قتل فاطمة بدم بارد تقاطقة طالبة مدرسة في الصف العاشر استقلت مركبة العائلة دون علمهم في آذار الماضي وبحسب العائلة نفو رواية الاحتلال وأكدوا أن ما جرى هو حادث سير نتيجة ارتباك الشهيدة لفضائية الحقيقة الدولية وعد الكار بيت الأحمة فلسطين المحتلة